السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهر ده نتكلم على كتاب من اهم كتب العمارة. ظل تقريبا 1500 سنة مسيطر على كتب العمارة. كتاب عملوا فيترفيوس ده كان مهندس معماري ومدني وكان عايش في روما. ولد قبل الماد بتمانين سنة وتوفى قبل الميلاد بخمسداشر سنة. وهو الهام لنهر ده فينشي ان هو يرسم الرجل فيترفيوس بالنسب جسم البشري. دي يعطار من اقوى اللوح بتاعة النار ده فينشي ورس كتير يعتمدوا عليها في الدراسات التشريحية والنسب المبنى يبقى عمل ازاي النسب الانسان. وهو كان من العلماء الكبار جدا وكان عايش في عهد الامبراطور اغسطس. وقعد يشرح زي ننشئ نعمل قبل روماني زي نعمل العمارة ديت زي المعمار المحترف يبقى عمل ازاي. وحط مبادئ للعمارة الرومانية زي النظام. الترتيب هنحط العنصر قبل ايه? التماثل عشان ما فيه اتزان. المناسبة الحاجة تبقى مناسبة للتصميم. بحيس ان هو يقرب من الكمال. الجمال نفسه اللي هو ناتج عن التنصيق لكل اجزاء العمل الفني. الاقتصاد ان احنا نستعمل اقل خمات واقل عمالة ونقدر نوفر في تكلفة الانشاء. طيب الكتاب بيتكوام من ايه? الكتاب بيتكوام من اه عشر اجزاء لان هو عشر قطب. فبيتكوام من العمارة والمعماري. مواد البناء. نظام المعابد الايوني. المعابد الدورية. المباني العامة. المنازل الخاصة. الاكسئات والالوان. المياه. الساعة ومبادئها. الالات ومبادئها. وفضل لحد عصر النهضة كان هو الكتاب بتاع هوال المصيدر. وناس كتيرة كانت متبنية الاراق بتاعته. والحمد الله تم ترجمة الكتاب العربية. اعتقد اول ترجمة جامعة دمشق كلية الاندسة المعمارية سنة الفين وعشرة. ان شاء الله تلاقي رابط للكتاب ده اسفل الفيديو. من الكتب الجميلة جدا واستمتعت منها واستفدت منها كتير. يمكن فيه اجزاء ما افدتنيش لان هو بيكلم عن المعابد الرومانية بالتفصيل في بعض الاماكن بس هو كتاب في اغلبه قوي جدا وفيه معلومات كويسة جدا. اتمنى لكم قراءة ممتعة ونتعرف على العالم الفيترفيوس والعمار الرومانية والفكر بتاعه ومشاء الله حاجة جميلة جدا. اشتركوا في القناة